الخبر الأول اللي عادنا عن فاطمة الحسين وقرار أنه هي ترتدي الحجاب فنزلت شوية سورية يا حباب هي كانت لابسة الحجاب بيها وشوية مشغلة أغاني من أغاني محرم رحطوكم إياها اسمعوها طبعا هؤلاء متابعين صاروا يسألوها أنه هل هي ارتدي الحجاب بس احتراما للشهر محرم أو هي لابسة بشكل مستمر فنزلت هذا اللي سورية يا حباب قلت حبيبي لكل مفاكرين حط الحجاب مشهن عاش وراء لا حطيتوا دايما وأبدا إن شاء الله فالحمدلله خطوة حلوة جميلة ملعادها والله ثبت عليها الحجاب ولا تسنسون يا حباب تكتبوني ولكومنتاج شو يراكم بالخبر وننتقل حاليا نور مارو تأكيد خبر أنه هلتقي وهي قمر مارو في النزع على سبب الانستجرام شوية ستوريات وهذه الستوريات شندي يقول بها هو دي ينتظر الشخص اللي سيجي باشر المسافر من تركيا وبنفس الوقت يا حباب هو صاريان لأنه رح يصور مقطع فلوقهم جديد ونبالفترة الجاي رح تكون فترة نارية رح تكون الاستوريات شوفوها هاي فتع مصوركم فيديو هذا ما رح ينزي يوم ثلاثة يوم ثلاثة الفيديو رح ينزل بكرة رح يتصور بس يصل الشخص من تركيا لهون فهذا بنزل بغير موم خلاص جاهزوا حالكم الفترة الجاي شوالات تراوية ننتقل حاليا متابعين وكشفوا محاقيقة عصابة بدر وخفهم لكلمة قمر مارا وقمر الطائم للكومنتات اللي عادهم في واحد حاليا يا حباب رح تتم اسم قمر مارا وقمر الطائم على أي مقطع من القناة عصابة بدر فهذا التعليق ما رح يطلع وانسي عن سبب فصراحة ما دريل الشيش مهم سوين ولكن بالنسبة للدليل لو ندخل العقاء مقطع نزل ونزبع التعليقات ونكتب قمر مارا وقمر الطائم بعد نروح لكلمة لحسابة ثلاثة ونعمل فتعليق وتعليق الأشخاص العلقوا وراية بما فضوهم زين هو غير الحساب أما شوف التعليقات على الناس أولاء طبعا لازم تغيرون الحساب يا حباب لانذا ما غيرتوا الحساب فتعرفون او تحددون بالضبط لان من حسابك نفسها حيبين التعليق بس من نغير الحساب وتدخلون الحساب ثاني يتروحون على كلمة لحثة ثوالا رح تشوفون التعليق مظهرون لما التعليق هذا أشخاص ثانيين ظهر فكتم نحبب بلكم التاشتراك بحركة الصابة بدر وفهم الاسم قمر مار من التعليقات اللي عادهم نختم آخر شي بكويتي فلوكار وشنو قاعد الصروع يا حبايب قصة كلها بدت يا حبايب لما نزل هذا المقطع على قناته كان حجابي القصة بالكامل فلوكار يا حبايب هو شخص كويتي ممتعث بأمريكا وقبل كم يوم يا حبايب هو راح لمستشفى لنوعا ما تشند يعاني من الاكتئاب وضايج فالمستشفى يا حبايب شخصة انه الحالة مالت لانه هو شخص مجنوع او شخص بخبر وحتاج انه يروح للمصحة العقلية فهذا يخلي انه هو يهرب من عاده ومينزل هذا المقطع ويطلب المساعدة من الحكومة الكويتية انه يساعده بهذا الشيو ما يخليه انه هو يروح للمصحة العقلي انه هو يروح المجانين يعني فاللي شاف المقطع يا حبايب يعرف شنو على شنو دهشي بالضبط والكل روح شوف المقطع عمود يعرف شون يقدر يساعده عليكم يكتوبنا حبايب بالكومنتاج اللي شاف المقطع شو ريكم اللي قاعد يصير وبوصل لحبايب طبعا للأسف الكليب النهايي اللي نزل انحذف بلاغ من احد اليوتيوبر مادريش شاش قاعد يصير مادريش نظارهم الكليب فالف الحمد لله مو مشكلة يا حبايب ان شاء الله يرجع وانا كمش مضايق كمش ما قاعد اقدر اسجل بهدوء بس ان شاء الله يرجع وبس احبكم وتعاكم فيها الزين ومع السلامة